بعرف أنه كانت سحبي طويلة من آخر فيديو عملته بس السبب كان أنه بالأسابيع الماضية كنت متفرخ بشكل كامل لترجمة واجهة برنامج Only Office للغة العربية وبفترة أصيرة جدا إن شاء الله إما بنهاية السنة أو ببداية السنة الجديدة رح تكون حزمة Office Only Office تدعم اللغة العربية بشكل كامل والكتابة من اليمين لليسار وحاليا تدينا بمرحلة Early Testing لسه مالها متاحة للعموم بس إن شاء الله يعني رح يكون منتج كواليتي ورح يكون البديل الأنسب لMicrosoft Office بس مثل ما شفته بآخر فيديو عملته فأنا فعليا وعمليا انتقلت لاستخدام Protocol Wayland عوضا عن البروتوكول الهرم X.org واخترت استخدم Compositor Hyperland كبداية جديدة بس بالتأكيد ما رح يكون الوحيد بالقائمة ولكن باعتبار أنه الأكتر شعبية بين مستخدمين Wayland وأكتر طلبات وصلتني كانت عنه وليس عن البدائل مثل Sway أو River وبيحكم أنه الشغل الأكتر من جهد عم يتم حاليا على Hyperland ما عم يتوقف أبدا فشفت اليوم من المناسب أنه نعمل جولة سريعة على كيفية البدء باستخدام هالكومبوزيتر وبعض خطوات الكمفجوريشن اللي رح يكون كل قادم جديد لهايبرلاند بحاجتها للبدء باستخدامه طبعا من الصعب جدا تغطية كافة الخيارات الممكنة بسبب قدرها الكبير واختلافات حاجات المستخدمين بس رح نغطي الأساسيات اللي لابد من معرفتها ومع استمراري باستخدام هالكومبوزيتر فأكيد رح اكتسب المزيد من الخبرة لحتى نغطي مواضيع أكتر عمقا بهذا المجال أول شي لازم احكي عنه هو ما له علاقات بكونفجوريشن هايبرلاند بس توضيح أنه هايبرلاند ليس ويندو مانيجر مثل ما الأغلبية أو الكل بيعتقدوا لأن هايبرلاند هو فعليا بيقوم بثلت وصائف بدل وظيفة وحدة الوظيفة الأولى هي الديس بلي سيرفر بحد ذاته يعني استبدال الأكس أورج أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة رسم النوافذ وإظهارها على الشاشة وهي هي ما يمكن تسميته بالويندو مانيجر أما الوظيفة الثالثة فهي إنشاء الظلال والشفافية وغيرها من الأمور اللي بيقوم فيها الكومبوزيتر التقليدي على إكس أورج مثل بايكم هلا بالنسبة للإعداد الأولي للنظام لحتى يشتغل ويلاند وليس هايبرلاند بالشكل الأمثل فروح وشوف الفيديو اللي عملته الفيديو الأول قبل ما تكمل بهذا الفيديو لأن أكيد رح تلاقي فيه كافة المعلومات وأجوبة على أغلب الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك وبعد ما تشوف هدلاك الفيديو فممكن إنك تكمل معي بكيفية عمل الكونفيريشن لهايبرلاند ومنيجي هلأ لملف الكونفيج اللي بعد ما تقوم بتثبيت الكومبوزيتر فرح يقوم بإنشاء ملف كونفيريشن كأكزامبل كمثال ورح يحطه ضمن مسار الكونفيج الخاص بالمستخدم الحالي يعني رح يقوم بمسار slash home slash user slash dot config slash hyperland slash hyperland dot config واستخدام هاد الملف رح يكون حجر الأساس اللي رح نستخدمه لبناء الكونفيج الخاص فينا بدل ما نقوم بكتابة ملف جديد من الصفر والبلوكات الأساسية اللي رح نغطيها بفيديو اليوم رح تكون هي عبارة عن النقاط التالية بالبداية رح نشوف كيفية ضبط أجهزة الدخل مثل الكيبورد والماوس والتوتش باد بعدين رح نشوف كيفية ضبط الشاشات في حال كنت عم تستخدم شاشة واحدة أو أكتر من شاشة بعدين رح نشوف كيف رح نقوم بإضافة وتفعيل برامج التشغيل التلقائي بعدين رح نشوف كيف منقوم بتغيير أو تفعيل متغيرات أو متحولات النظام الـ Environment Variables بعدين رح نشوف كيف منقوم بعمل الـ Key Bindings وبعدين رح نشوف كيف ممكن أنه نغير القواعد أو الـ Rules لكل واحد من البرامج أو النوافذ وآخر الشي رح نتطرق بشكل سريع جداً ومختصر لكيفية تغيير الألوان والشفافية والـ Blur والـ Animation ومن هاي الأمور الثانية هلا لو بدي أحكي عن كل واحدة من هاي النقط بشكل مفصل فكل واحد من هالمواضيع بده فيديو خاص فيه بس مثل ما حكيت نحنا اليوم بس عملنا نعمل كـ Top Level Review عن الـ Configuration والنقطة اللي ما رح اضطرق لها اليوم هي موضوع كيف منخصص الـ Status Bar أو الـ Panel هادي رح يكون فيديو مستقل لأنه رح نستخدم يعني رح تكون هي أداة طرف الثالث Third Party Application اللي رح يكون هو الـ Way Bar اللي سألني عن أني أحكي عن الـ EWW ما رح أحكي عنه لا اليوم ولا بأي فيديو على الأقل بالمستقبل القريب لأنه يعني فعلياً الوقت والمجهود اللي بدك يعني أنك تحطه لحتى تتعلم بالبداية كيف تستخدم الـ EWW أو الـ EEW لا بتوقع هو الـ EWW يعني صراحةً بيأخذ مجهود كبير والنتيجة اللي رح تحصل عليها تحصل عليها مباشرةً من الـ Way Bar فـ EWW يعني مخصص للمطورين أو للمبرمجين أكتر ما أنه يكون موجه للمستخدم العادي فخلينا هلأ نجي للنقاط اللي بدنا نحكي فيها بهذا الفيديو وأول شي ممكن أنه الناس اللي ما سبقوا استخدمت Hyperland أو أي ويندو مانيجر تاني أنه تكون عم تتساءل أنه شو دخل الشاشة والماوس والكيبورد أو الـ Configuration الخاصة فيها بالويندو مانيجر أو الـ Compositor فالجواب على هذا السؤال هو اللي حكيت عنه من اللحظات ألا وهو أنه Hyperland مثله مثل أي ويلاند كومبوزيتر بيقوم بوظيفة الـ Display Server وبالتالي فأغلب الأمور اللي كنا نقوم فيها بملفات xorg.config منفصلة لازم أنه نرجع ونعملها بشكل مختلف على ويلاند وبالتالي فهذا الكلام ما له محصور بـ Hyperland بس الطريقة اللي بيقوم فيها كل كومبوزيتر راح تكون مختلفة عن الـ Compositor التاني ملف الـ Configuration أنا متل ما حكيت نحنا راح نستخدم ملف واحد اللي هو الـ Hyperland.config بس ميزة الـ Hyperland أنه ملف الـ Configuration ممكن يكون modular يعني ممكن أني أكتب ملفات config صغيرة بتقوم بوظيفة واحدة مثل المونيترز راح حطها بملف واحد الكي بايندينجز راح حطها بملف تاني الرولز بحطها بملف تالت وكل هاي الملفات بالنهاية بعمل لها عملية source بملف الـ Hyperland.config هذا الشي بيخلي عملية بيخلي عملية الـ Debugging أو قراءة الـ Source تكون أسهل بكتير من أني يكون في عندي ملف واحد جاينت وما أقدر أني أوصل أو أعرف وين عملت التغيير المثالي فأنا راح استخدم بالفيديو ملفات فرعية أو Modules بس كل الأمور اللي موجودة بكل واحد من هاي الملفات ممكن أنه يكون في إلها أو أنها تكون مكتوبة بحزافيرها بملف واحد اللي هو الـ Hyperland.config بس أنا لسهولة التعامل معها ولحتى أعرف كل غرض وين موجود جزقتها لـ Modules فبحالة الـ Monitor أنا لحتى أقوم وعرف الشاشات اللي موجودة عندي لنقول أنه أنا باستخدم بشكل دائم شاشتين فأنا بحط اسم الشاشة اللي بدي إياها وبعدين بحط الـ Scale بحط الـ Refresh Rate بحط الدقة اللي بدي إياها وبهذا الشكل بيكون في عندي الشاشة الأولى طبعاً لازم أني حط اسم الشاشة فلحتى أجيب اسم الشاشة رح نستخدم كومنت تاني من الترمينال طبعاً هلا أنا ما رح كوم بي الـ Configuration من الترمينال رح نقول له Hyper CTL Monitors هلا أمر Hyper CTL رح يتكرر استخدامه بشكل دائم للحصول على كل المعلومات اللي رح نكون بحاجتها أثناء إنشاء الـ Configuration وبالتالي فمن المهم جداً أنه نستخدم المان بيج الخاصة بالـ Hyperland أو بالـ Hyper CTL أو Hyper CTL Space-H لحتى نشوف شو هي الكيوورد أو اللي فلاكس المتاحة فأول واحد منها مثل ما حكيت اللي هو Hyper CTL Monitors هاد رح يعطيني اسم الشاشة اللي عندي واللي هو فعلياً يعني بديل عن أمر X-Render اللي كنا نستخدمه على أيام الـ X-Org هلأ منيجي لنقطة يعني هاي النقطة خاصة فينا كمستخدمين عرب ألا وهي كيف منضيف دعم اللغة العربية أو الكيوورد العربي فالناس اللي بتتابع القناة من بداياتها بتعرف أنه أنا من مضية سنة ونص أو أكتر عملت فيديو عن كيفية إضافة الكيوورد العربي في حال كنت عمالك تستخدم Window Manager على X-Org وبهدلاك الفيديو استخدمنا أمر كان اللي كان هو Local CTL بعدين List-X11-Keymap لحتى نشوف شو هي اللي موجودة عننا فأنا رح استخدم نفس هاد الأمر لحتى شوف شو هي اللي بدي أضيفها شوف شو هي الشورتكات اللي بدي أستخدمها لحتى بدل بين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية للغة العربية وبالعكس شوف شو هي الفاريانت اللي بدي أضيفها للغة المستخدمة وبعدين كل هاد الكلام رح أاخده وضيفه بملف الـ Config الـ Hyperland .config بنفس بنفس الـ Structure اللي كنا مستخدمينها بملف الـ X-Org .config بس بهي الحالة رح تكون موجودة بالـ Compositor طبعا حكيتها بالفيديو الأول عن Hyperland وبرجع 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 مرة تانية لحتى تحترف استخدام الـ Compositor فمن الضروري جدا 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 إنك تخلي ويكي Hyperland مرجعك الأول وتخلي يوتيوب تنشر هالفيديوهات لعدد أكبر من الناس عن طريق ضغطك على زر اللايك الزرموت هلا أكيد واحد من أهم الأمور اللي لازم نقوم بضبطها هو البرامج اللي بتشتغل بشكل تلقائي عن تسجيل الدخول وهايبرلان بيخلي هالأمر بغاية البساطة فبمجرد إنك تحط الكلمة المفتاحية EXEC-ONES أو EXEC-ONES يساوي راح تكون قادر إنك تشغل أي برنامج بدك وقت بتعمل تسجيل دخول هلا بهذا المجال راح احكي عن برنامجين حكيت عنهن كمان بالفيديو الأول ما راح غطي كل البرامج اللي أنا بعملها تسجيل بعملها تشغيل تلقائي لأنه أكيد احتياجاتي مختلفة عن احتياجاتك بس الأساسيات إنه يكون في عندي برنامج بيسمح بأنه الشاشة تطفي بعد مرور فترة معينة لأنه هاي الميزة على ويلاند ما بتكون مفعالة بشكل أوتوماتيكي لازم إنه نفعلها فلهاي الغاية راح نقوم بتثبيت برنامج اسمه Sway IDLE وبعدين راح نقل له EXEC-ONES يساوي الأمر اللي شايفينه على الشاشة اللي هو Sway IDLE اللي راح يستخدم Command ال-Hyper CTL مرة تانية بس راح يكون في معه فلاك مختلف هالمرة اللي هو ال-Dispatch وبعدين راح يكون في عندي ال-DPMS وأنا قايل له إنه بعد مرور 600 ثانية بدون ما إني أعمل أي حركة بدون أحرك الماوس أو أضغط على أي زر إنه تفيلي الشاشة بعدين في عندي الرزيوم إنه إذا رجعت حركة الماوس أو ضغطت على أي زر بالكيبورد فرح ترجع وتشتغل الشاشة هاد بالنسبة للأمر الأول المهم جدا إنه إني أعمل له تشغيل تلقائي الأمر التاني أو البرنامج التاني هو إنه يكون قادر إنه يغير ال-Wallpaper لأنه مرة تانية مثل ما حكيت ال-Nitrogen على ويلند ما بيشتغل فأنا رحت مع البرنامج اللي كان موجود على ال-Wiki أو ال-Wiki اللي إنه ممكن إني يستخدمه واللي هو فعليا من تطوير Hyperland بحد ذاتها واللي اسمه Hyper Paper فهذا البرنامج لازم إني قوم وإكتب له ملف config خاص في رح يكون اسم هالبرنامج Hyperpaper dot config وأنا حاطته بنفس مسار ال-Config الخاص ب-Hyperland ضمن هذا الملف في عندي ثلاث أسطر أنا حاطت ثلاث أسطر لأنه في عندي السطر الأول اللي عماله يعمل preload أو تحميل مسبق للصورة اللي بدي استخدمها طبعا لازم يكون المسار بالكامل مع اسم الصورة وال-Extension الخاص فيها وبعدين بالاعتماد على عدد الشاشات اللي عمالك تستخدمها فأنا قال له إنه حمل لي أو طبق لي هال-Wallpaper إما لهي الشاشة وممكن إنه يكون في عندي Wallpaper مختلفة لكل وحدة من الشاشات فحفظنا هاد الملف ورح نعمل له Exec Ones كل مرة منشغل فيها ال-Hyperland أما النقطة اللي بعدها واللي رح تكون بغاية الأهمية ليس فقط للكمبوزيتر بحد ذاته ولكن للنظام بشكل عام فهي موضوع Environment Variables أو متحولات النصام واللي على Wayland ما قدرت أفهم ليش ضبطها ماله موحد بشكل Standard بملف واحد مثل ما كان على X.org فهون رح شوف إنه في عندي بعض المتحولات اللي بقوم بضبطها بملف ال-Config أو بملف ال-Profile الخاص بالصدفة اللي عمالي استخدمها بمعنى إنه ممكن إنه حط هاي ال-Variables بملف إما ال-Dot Profile إذا كنت عمالي استخدم ال-Bash أو بملف ال-Dot Z Profile إذا كنت عمالي استخدم ال-Z Shield كصدفة إلي وحتى قوم بضبط هاي ال-Variables فبستخدم الكلمة المفتاحية Export بعدين اللي يساوي اسم ال-Variables بعدين يساوي القيمة اللي بدي حطها أما على Hyperland فأنا رح قوم وحط هاي ال-Variables بملف ال-Config الخاص ب-Hyperland بس رح يكون كيفية تعريفها مختلفة فما رح استخدم الكلمة المفتاحية Export وإنما رح إله En-V يساوي بعدين اسم ال-Variables المتحول بعدين في عندي فاصلة والقيمة اللي بدي حطها لهذا ال-Variables هاد هاد الكلام شفناه بعملية التثبيت في حال كنت عمالك تستخدم كرت شاشة Nvidia فكان في عندي ال-Variables اللي هو LibVA كمثال تاني على ال-Variables اللي بعرفها بهذا الملف بملف ال-Hyperland .config وليس بال-Dot profile هو ان يغير حجم مؤشر الماوس أو التحكم بمقدار الخاص بتطبيقات GTK للناس اللي بتستخدم شاشات بدقة أعلى من ال-Full HD يعني إذا كان عندك شاشة 2K أو 4K وما بدك تعمل بمقدار 200% أو بدك ترفعها عن 100% فرح نقل له حط لي ال-GDK underscore scale وبعدين بتحط المقدار ال-Scale اللي بدك تعمله أو بدك تكبر حجم الشاشة فهي الأمور منحطها بهذا الملف ملف ال-Variable اللي هو ال-En-V ضمن ال-Hyperland وليس ضمن Z-Profile والمكان الثالث اللي منغير فيه هال-Variable هاد رح يكون خاص بالناس اللي بتستخدم برامج أو تطبيقات الفلات باك اللي مثل ما حكينا بفيديو مستقل انك تستخدم برنامج الفلات سيل وترجع اما بتغير الفاريبل بشكل جلوبال لكل برامج الفلات باك او انك تغير الفاريبل لبرامج مستقلة ومنشي هلا لنقطة قوة اي مدير نوافذ سواء كان تايلينج او دايناميك مانوال ولا غيره اكس اورج ولا ويلاند هايبرلاند ولا سوي الا وهو الكي بايندينج فعلى هايبرلاند انا في عندي نوعين من الكي بايندينج في عندي النوع الاول اللي هو بيكون خاص بالكمبوزيتر بحد ذاته طبعا وقت اللي بقول الخاص بالكمبوزيتر هاد الكلام مو معناه انه ما بيشتغل على البرامج بس الفكرة انه هاد اللي بيستخدمه لحتى غير من الوصائف اللي بيقوم فيها الكمبوزيتر او لحتى افتح برامج او سكريبتات اما النوع التاني من الكي بايندينج اللي هي الجلوبال اللي بيحكم هيكلية الويلاند انا في عندي الاسوليشن فهاد الكلام معناه انه اذا انا ما كنت عامل فوكس على النافذة الحالية وهي النافذة فيه لها كي بايندينج او اختصار لوحة مفاتيح بدي نفسه وانا موجود بنافذة تانية فاذا ضغطت على هال شورتكوتز فبحكم الايسوليشن فما رح يشتغل الكي بايندينج فلهذا السبب في عندي على ويلاند ما يدعى بالجلوبال كي بايندينج خلينا هلا اول شي نجي للنوع الاول اللي هو خاص بالهايبيرلاند وفتح واغلاق التطبيقات فبهي الحالة انا رح يكون في عندي لحتى اني عرّف اي كي بايندينج اني استخدم الكلمة المفتاحية بايند هلا هاي البايند طبعا في الها انا ممكن اني استخدمها لحالها او ممكن اني ضيف حرف معين لحتى يغير من الطريقة اللي بيشتغل فيها الكي بايندينج شو قصدي بهذا الكلام لنقول انه انا بدي استخدم ازرار التحكم بالصوت لارفع واخفض الصوت بس بدل ما اني كل ما بدي ارفع الصوت اني اضغط على الزر بعدين شيل ايدي وارجع اضغط مرة تانية فاذا استخدمت على سبيل المثال الفارييشن اللي هي بايند اي يعني ضفت لكلمة بايند الحرف اي فانا بضل ضاغط على الزر رفع الصوت والصوت رح يضل يرتفع ضل ضاغط على الزر الخفض والصوت رح ينخفض ما في داعي اني اضغط وارفع اضغط وارفع طبعا في عندي فارييشن ثانية او احرف تانية غير حرف اي بس كل هاد الكلام موجود بالويكي متل ما حكيت موضوع الويندو مانجرز هاد بياخد وقت منك انك تستخدمه بشكل يومي وتقرأ داكومنتيشن لحتى تعرف كيف تستخدمه فانا معا ما ليفوت بكل التفاصيل لانه الموضوع كبير جدا فهلا متل ما حكيت انه في عندي اول شي الكلمة المفتاحية البايند بعدين بدي استخدم الموديفايرز طبعا في حال كنت بدي استخدم موديفايرز انا مالي مضطر اني استخدم الموديفايرز فبحالي ازرار الملتيم waltymedia انا مافي عندي اي موديفاير بس بيستخدم زر الفانكشن والزر اللي بدي استخدمه فاذا ما كنت بدي استخدم موديفاير فلازم يكون القسم الخاص فيها موجود بس محتوى فاضي بس لازم اني حط الفاصلة لحتى يقول له إنه هاد القسم فاضي يعني لا تستخدم أي modifier أما في حال كنت بدي استخدم modifier فعندي زر السوبر في عندي زر shift في عندي زر control في عندي زر alt فكل هاي المودفير راح تكون موجودة بالقسم الخاص فيها وما بتكون مفصولة عن بعضها بأي فاصل فرح حط زر السوبر أو المين مود اللي أنا حاطه كزر السوبر لو بدي بدله لزر الآل ما بعرف مين الناس اللي بتستخدم alt كسوبر بس كمودفير رئيسي بس ممكن أني حطه alt بعدين shift وبعدين control وبعدين بحط الفاصل لحتى أن تقل للقسم الثاني من الكي بايندينج اللي هو الزر الأساسي على الكي بورد اللي بدي استخدمه وبعدين راح يكون في عندي اختلاف في ما بين إذا كنت بدي استخدم أو بدي قوم بوظيفة خاصة بالكمبوزيتر بحد ذاته فرح يكون في عندي كي وورد أو dispatcher على على هايبرلاند اسمها اللي هي لو كنت بدي لنقول أني انتقل من نافذة لنافذة أو اعمل عملية سايكل أو انقل نافذة من workspace لworkspace فرح استخدم dispatchers مختلفة هاي ال dispatchers موجودة على الويكي الخاص بهايبرلاند يعني ما بتعرفوا قدي مقدار التركيز اللي بدي يركز عليه على إنك تروح للويكي لتعرف كيف تستخدم الكمبوزيتر الويكي هو المرجع الأساسي إلي أنا شخصيا فلازم يكون مرجعك الأساسي فهذا إذا كنت بدي قوم بوظيفة خاصة بالكمبوزيتر أما لو كنت بدي افتح برنامج فرح استخدم الكيورد اللي هي فعليا كمان dispatcher بس اللي هي exec exec بعدين كمان رح تكون مفصولة بفاصلة وبعدين رح يجي اسم البرنامج أو السكريبت اللي بدي يقوم فيها مو بالضرورة يكون برنامج فلو بدي أعمل shortcut لأني افتح الفايرفوكس لو في عندي سكريبت بتقوم بوظيفة معينة فكل هاد الكلام رح يشي بعد الexec هلا هاد هو النوع الأول من key bindings أما global key bindings فهي يعني مطابقة بشكل شبه تام للنوع الأول بس dispatcher اللي رح استخدمه أو الكلمة المفتاحية رح تكون دائما هي كلمة pass المثال الأوضح على global key bindings هو برنامج OBS فأنا بالOBS للناس اللي بتستخدم OBS ممكن إني أعمل short cuts لحتى أبتدي التسجيل أو streaming فهي الشورت لحتى تشتغل لازم إني حطها بال global key binding وهون بال global key binding بعد ما قل ه ال pass ما رح قل ه exec أو cycle client أو ما بعرف اي شي لا رح قل له شو هو البرنامج اللي رح استخدمه ورح يكون اسم البرنامج عبارة عن الclass الخاصة بهذا البرنامج كيف بشيب هاي الclass رح استخدم امر أو comment hyper ctl مرة تانية بس هاي المرة رح اغير ال flag أو keyword نحنا شفنا بالبداية انه استخدمنا monitors لحتى نجيب اسمه الشاشات هلأ رح نستخدم ال flag اللي هو clients لحتى نجيب شو هو الclass الخاص بهذا البرنامج فهلأ بحالة obs شايف انه اسم البرنامج أو الclass بيحتوي على نقاط فانا وقت اللي بيكون في عندي نقطة باسم الclass لازم اني حط لها الback slash لحتى يكون كاسكيب character وما ياخدها ك regular expression لانه كمان متل ما انا شايفين انه انا ممكن اني استخدم regular expressions مثل القبعة هاي ما بعرف شو اسمها والdollar sign والنجمة لحتى حدد شو هو الclass الخاص بهذا البرنامج لحد الانصر نموطين اغلب النقاط الاساسية بعملية configuring hyperland بس لسه في عندي نقطين اساسيات لابد من الحديث عنهن قبل ما نقفل هالفيديو الا وهنن وضع قواعد او rules خاصة بكل نافذة مثل انه النافذة تفتح بشكل عائم او floating او انه تفتح على workspace محدد او على شاشة معينة او انه النافذة تكون بدون اطارات او انه تكون بدون زلال وغير وغير وغيرها من الاشياء اللي بتخلي كل مستخدم يحصل على setup خاص فيه مختلف عن اي مستخدم تاني وهذا الشي بتم باستخدام احد طريقتين او بشكل ادب استخدام اصدارين مختلفين من الكلمة المفتاحية window rule الاختلاف بين الطريقتين انه الاصدار التاني او window rule v2 بيعطيني مرونة اكتر او تحكم اكبر control اثناء تطبيق القاعدة من الاصدار الاول كل هاد الكلام اللي حكيته هو خاص بالنسخة اللي عمالي استخدمها حاليا اللي هي الاصدار 031 على ما اعتقد لانه متل ما حكيت الكمبوزيتر عماله يعني التطوير شغال عليه بشكل كبير جدا فبعد سنة من اليوم احتمال انه هاد الفيديو ما يعود ثاري المفعولية ثاري الصلاحية ونكون مضطرين نرجع نعمل فيديو جديد بالconfiguration اللي رح تصير بعد السنة بس الاصد انه الversion 1 والversion 2 واحتمال انه بعد سنة يكون في عندي version 3 فاحتمال انه تنشال version 1 اللي حاليا انا عمالي استخدم version 1 لبعض البرامج او لبعض القواعد والversion 2 لقواعد تانية بس بإمكانك تستخدم اللي بدك ياها الاختلاف الاختلاف بين version 1 والversion 2 انه version 2 انا مو بس ممكن اني حط اللي class الخاصة بالبرنامج وانما كمان ممكن اني حط title وعلى الويكي في عندي امثلة عن كيفية استخدام كل واحد منهن هلا هي بكل بساطة انا بحط الكي وورد سواء كانت window rule او window rule version 2 بعدين رح قل له شو هو شو هي القاعدة اللي بدي استخدمها مثلا اللي float او no border او no shadow او اني حطها على workspace محدد وبعدين رح يكون في عندي ال class لهالبرنامج اللي متل ما حكيت منه شوي منجيبها باستخدام ال comment اللي هو hyper ctl client وبالنسبة للسؤال اللي جاني بالفيديو الماضي عن انه كيف بعرف انه برنامجي هو عماله يستخدم x-wayland او wayland native بهالأمر اللي حطينا اللي هو hyper ctl clients رح شوف اذا كان البرنامج عماله يشتغل ك native wayland او x-wayland في عندي الكلمة x-wayland اذا كانت يساوي صفر فهو native يساوي واحد فهو x-wayland اما اخر شي رح نضطر اله اليوم بعد هالفيديو الوان والانيميشن والبلير اللي تاركته بشكل متعمد لاخر الفيديو لان هاد اكيد خاص للناس اللي بتوصل لنهاية الفيديو فهاد القسم بيحتاج كمان لفيديو خاص فيه نحكي فيه عن كل الخيارات المتاحة بس بشكل مختصر انا بامكاني اني اختار لون الاطار للنافذة الفوكست او الاكتف والنافذة الين اكتف وعلى خلاف كل الويندو مانيجرز الثانية اللي موجودة سواء كانت اكس اورج ولا ويلاند فهايبرلاند هو الوحيد اللي بيسمح بامكانية اختيار اكتر من اللون واحد او انه يكون في عندي جريدييند لاطار النافذة فانا بيختار لون اول لون تاني لون تالت والزاوية اللي انا حابب يكون اللي جريدييند فيها وبيطلع في عندي لون قوس قزح على سبيل المثال فهاي واحدة من الامور اللي ممكن اني حطها ممكن اني حط الاطار للنافذة غير النشطة ممكن اني غير الوان الدروب شادو او الظلال ممكن اني حط الاطارات او الفراغات عفوا بشكل ادق حوال النافذة اما الفراغات الخارجية او الداخلية ممكن كمان بالنسبة لكل الناس اللي بتستخدم هايبرلاند انك تحط البلور او الضبابية وتحط الميزة المفضلة الى وهي الانيميشنز الانيميشنز طبعا بدك تقعد تلعب فيها لحتى تحصل عليها بالشكل اللي بيلبي احتياجاتك بس الانيميشنز يعني هي واحدة من اكتر الدوافع اللي بتخلي الناس تستخدم الهايبرلاند هلا حكينا لحد الان عن كل شي خاص بهايبرلاند بس تركت مثل ما حكيت موضوع البانيل للفيديو الجاي وبي امان الله ترجمة نانسي قنقر